بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وحضراتكم طيبين هعمل النهاردة الجلاش بأصناف وأشكال جديدة جدا يعني هعمل صفر الرمضان من صنف واحد هتعملي من صنف واحد تلت أصناف من الجلاش هتبقى على صفرتك حاجة طحفة هعمل بالفراخ واللحمة وأشكال جديدة هتعتمديها ان شاء الله وشايف الجلاش عامل ازاي شكله طحفة ومزبوط جدا وكمان فكرة حلوة للجلاش بالطريقة دي يعني هتطلع الكطعة على قد الشوكة كانت طريقة طحفة وشكله جميل هرجعه بقى مكانه عشان اطلع بيه على الصفرة عشان عاوز الشكل الحلو ده ويلا بينا بقى عشان اقولك أنا عملت الأكل الحلو ده وعملت الفراخ الحلوة اللي في الفرن دي ازاي يلا بينا بقى على الطريقة والمقادير أول حاجة عندي فراخ انتي بقى ممكن تستخدمي اي حاجة انا صراحة اطفالي او عيالي بيحبوا الاوريك فاستخدمت اوريك انتي بقى فضلي اي نوع بتحبيه فرخة كاملة صدور وراكل اللي انتي عاوزين عندي بقى بصل وطماطم وفلفل مش اكتر ولا اقل من كده طبعا جبت الفراخ بتاعتي خسلتها كويس وشرحتها من نصف كده عشان تخشي تكبيلة جوها ونجي بقى للبهرات اللي عاملها معيك في القناة بهرات الفراخ كده وفرت علي مجموعة من البهرات بستخدمها والناس اللي ما شافتش فتجو البهرات هسيب له لها في علامة القاية اللي هتظهر في الفيديو طبعا بقى انزلت بالبصلية وعليها معلقة صغيرة من بهرات الفراخ وفلفل وملح مفيش اكتر من كده بجد تدبيلة سهلة ولذيذة وطعم طعف الخطوة دي مهمة جدا يا جماعة لازم تدعكي البصل كويس جدا في التوابل عشان ينزلك المياه بتاعته بالطريقة دي بتغطي طعم حلو جدا الفراخ طبعا بقى هدخل الخلطة دي كويس جدا في الفراخ وحيوة دخلها في الفتحات اللي انا عملتها فيها الطريقة دي حلوة جدا يا جماعة انزل عليها بقى بالخضار اللي عندي عندي طماطم مقطعة زي ما انت شايفها وعندي الفلفل الاخضر وحاول بقى اخلي المكونات كلها دي النمج على بعض واسيبها شوية وبعدين هدخلها في الفرن انا بدخلها في الشبكة تحت اللي في الفرن مبحطيش فيها مياه ولا اي حاج هي هتنزل المياه بتاعتها دخلتها بقى الفرن وهقولك هنعمل ازاي اللحمة المفرومة اللي هستخدمها في الحشوات بتاعتي طبعا انا جماعة في رمضان بالذات لما بعمل اي حشوات لحمة مفرومة او فراخ بعمل كمية باخد اللي انا عاوزاه والباقي بسيبه لما يبرد وشيله لان لو احتاجت وصفة تانية بلاقي الحاجة جهزة بتوفر علي وقتهم مجهود طبعا بقى انا عندي هنا كمية كويسة من البصل شوحتها بمعلاقة زبدة وزيت وانزلت عليها بالفلفل اللي اغدر وشوحتهم وطبعا شوحت عليهم اللحمة زي ما انت شايفها هنزل بقى بالبهرات اللي انا قلتلك اللي انا مجهزها عندي اللي بتوفر لي وقتهم مجهود وكمية التواب اللي انا بطلعها ساعة الاستخدام كده باخد معلاقة صغيرة من البهرات ويبقى انا كده وفرتي بجد وقته مجهود طبعا بقى شوحتها شوية وانزلت عليها بطماطب وفلفل اصفر ووستها بقى تستوي شوية وقبل ما اطفي عليها بعشر دقايق بحط معلقتين كبار من البقدونس جربي يا جماعة اللي انت تحطي المعلقتين دولة بيدوك طعم في الحشوات بتاعتك رهيب جربي بس كده بقى انا خلصتها هروح بقى اركانة على جنب تبرد واجه اشتغل في ايه خلطة الفراخ طبعا زا ما انت شايفها عندي كمية من الفراخ البنين قطعة صغيرة وشوحتها في معلقة زيد ومعلقة زبدة شوحتها شوية وانزلت عليها بالفلفل الاصمر والملح ومعلقة بهرات الفراخ شوحتها شوية لغاية ما نشفت ترمية بتاعتها اول ما نشفت المية بتاعتها نزلت عليها بالبصل والفلفل اللي عندي بقى انا حطيت ساعتها فلفل اصفر واخدر لان هحط طماطم لو مش هحط طماطم كنت حطيت فلفل احمر شوحتهم بقى شوية كده واول ما تستوي نفس الموضوع بحط معلقتين البقدونس او الكزبارة اي حاجة متواجدة عندي بجد بيدوكي طعم رهيب دي طبعا زا ما انت شايفها الفراخ طلعت من الفرن بجد طحفة شكلها كده حكاية عاوزة بقى اديها لون حلو ازل نعمة شوية بجيب معلقة صلصة وحط على شوية زيت وملح وفلفل وقلبهم كويس وادهن الوش بتاعها ودخلها بقى تحت الشوية بجد طحفة نيجي بقى عشان نعمل اول وصفة عندنا عندي لفة من الجلاش وانتي بقى استخدمي اي حاجة انتي بتفضليه طبعا انا بقى جد الجلاش بتاعي وحاول اعمل بالشكل المدور ده فلازم اقطع معي التقطيع المزبوطة دي عشان يديني شكل حلو وانا بقطعه وطبعا البوائل اللي طلعت من التقطيعها دي انا هستخدمها في الجلاش التاني او حطها بين التبقات يعني مش هنهضر حاجة طبعا محضرة بقى الزبدة على الزيت عشان ابدأ ادهن فيها طبعا بقى دهنت اول حاجة الصينية وبجيب رئين من الجلاش بتاعي وحطهم وادهن برضو دهنة بسيطة من الزيت مع الزبدة لازم الخطوات دي مهمة يا جماعة عشان تديكي رئات وتديكي على والجلاش لو حطيتي الجلاش من غير ما تحطي بين كل طبقة وطبقة مسحة من الزبدة هيتلع مكتوب معيك ومش هيديكي طبقات انا طبعا حطيت حوالي كده تلت طبقات من الجلاش وانزلت بقى بالخلطة بتاعتي بتاعتي الفراخ اللي طعمها طحفة طبعا عشان اديها بقى طعم رهيب حطيت شوية جبنة رومي وشوية جبنة مزاريلا ولو مش عاوزة تحطي برحتي تبست بجد بيديني طعم طحفة او اقرب الصينية دي سدقيني هتعجبك اوي طبعا بقى هكمل بقية الصينية اللي عندي زا ما انت شايفها باخد رئين رئين وحط طبقات بينهم وبين كل طبقة وطبقة بحط مسحة من الزبدة اللي هي العلازيب لازم الخطوة دي يا جماعة انا اكدت عليها كم مرة انا كده خلصت الطبقات اللي عندي انا استخدمت ثلاثة فوق وثلاثة تحت انت بقى اعملي حسب ما انت عاوزة اكي بقى اخير في الشكل بدل ما اعملها كده شكل عادي قلت اعمل ايه اي تقطيع يعني تقطيع كده تلفت النظر على الصفرة يعني ما شاء الله بقى ابداعي بقى في التقطيع عاوزة تقطعها مسلسية مربعات اللي انت عاوزة انا بس بديكي فكرة وانت بقى برحتك لازم بس تقطعي الجلاج بتاعك قبل ما تدخلي الفرن عشان لازم تزبطيه لانك لو قطعتيه بعد ما سوتيه هيتكسر ومش هتعرف تقطعي لازم التقطيع قبل ما تحطش اي حاجة او تدخلي في الفرن طبعا بده نوشه بقى بشوية زبدة اللي هي على الزيت ونيجي بقى للمادة اللي انا هسقي بيها عندي بضاية وعندي كباية لبن كبيرة والمقدار ده هستخدمه في الكلاش كله اللي عندي يعني جبت بضاية وكباية لبن هسقي بقى بيه كمية الكلاش اللي عندي حط نص كباية زي ما انت شايف على الصانية اللي عندي دي هي نص كباية طبعا انت مستبترة كمية بعد شوية هديه ده وهتشرب كل الكمية هو ده سر نجاح الجلاش بتاعك سيبيه يهده شوية هتلاقيه تشرب المادة دي وهيديك نتيجة حلو هسيبه بقى يرتاح وبعدين هدخله الفرن على الشبكة اللي في النص على ما اشتغل في الصانية التانية طبعا بقى جبت صانية كبيرة عشان خاطر هعمل بقى صانية الجلاش اللي باللحمة اللي كلنا متعرفين عليها طبعا زي ما انت شايفه انا استخدمت البواء اللي انا قطعتها من الصانية اللي فاتت هكمل بيها طبعا باقت الصانية لانا هعمل صانية كبيرة زي ما انت شايفه انت زي ما قلتلك التقطيع ده ممكن تستخدميه في نص الصانية نفس اللي عملته في الصانية اللي فاتت عامله هنا بس الحشوة هتبقى مختلفة هتبقى العمام برضه بنكل طبقة وطبقة بحط مسح الزبدة اللي على الزيت لازم يا جماعة الخطوة دي مهمة كذا مرة اكدت عليه لان هي دي اللي بيديك الرئيات بتاعة الجلاش والطبقات فوق بعضها طبعا زي ما انت شايفه خلصت الجلاش اللي عندي لفة كلها وانا زي ما قلتلك انا بعمل تلت طبقات من تحت تلت طبقات من فوق والطبقة الواحدة فيها رئيين من الجلاش طبعا زي ما انت شايفها لازم اقطعه كويس جدا ودهن دهن عشان الوش يحمر واسيبه بقى يتشرب بص ده تشربت ازاي هروح بقى زي ما انا قلتلك هدخلها الفرن نيجي بقى نعمل الشكل الجديد ده وتغيير بجد بيديكي شكل حلو جدا على الصفرة بتاعتي يا جماعة انا بستخدم هنا بين كل طبقتين وطبقتين بحط مسحة عشان هنا لازم اعمل الرور تخين شوية عشان يستحمل معي الحشوة وما يتقطعش مني يعني بستخدم في اللفة اربعة اتنين تحت واثنين فوق بمسح بين كل طبقتين مسحة زبدة على زي وده بقى حط اللحمة المفرومة بتاعتي ولفها زي ما انت شايف انت لو مش عايزة تعمل الشكل ده ممكن تحطيها بالشكل الطولي ده عادي وتحطيها في الصينية الطويلة عادي مفيش مشكلة هي ازواء انا بديكي بس شكل وتغيير عشان احنا بقى يعني بنحب على الصفرة تبقى الحاجة شكلها مختلفة وشكلها حلو زي ما انت شايفة كده لفتها كويس ومسكة نفسها وده اللي انا عاوزة جيبت بقى الصينية بتاعتي وهبدأ دهنها ده هنت زبدة على زيت وابدأ بقى حطها بالشكل ده هعمل نفس الشكل ده وقرره زي ما انت شايفة في الوضع ده لو انت عاوزة تعمليه بالطول تغطيتيه في صونية طويلة برحتك ده التغطيع والشكل ده حسب رغبتك انت انا بس بديكي فكرة وبعدين انت بقى برحتك زي ما انت شايفة باخد اول طبقتين بدهن منهم بطبقة من الصيت والزبدة وبعدين بنزل عليهم بالطبقة التانية ودهن برضو وحط اللحمة بتاعتي يا جماعة الحركة دي تديني نتيجة حلوة وتديني بتوريئة حلوة لطبقات الكلاش بتاعك لو انت محطتيش الكلاش بتاعك هينشف وهيقدت ومش حب ليه طعم ومش هيديكي الطبقات اللي انت عاوزها زي ما انت شايفة بقى انا بقى حاول اعمل الشكل المدور ده زي ما قلتلك بجد بيبقى شكله حلو جدا ولما تيجي تقطعي زي ما انا قطعته معيك في اول الفيديو بتاخد الكطعة كده على قد التقطيع بتاعت الشوكة بجد كان شكل طحفة دي بقى طبعا هتلعت كيبيرها قسمها اتنين زي ما انت شايفة وابدأ بقى اكمل الشكل انا عاوز اعملها الشكل المدور ده بجد كان فكرة حلوة وجديدة جدا هكمل بقى الوضع الصانيه زي ما انت شايفة وعمل لها الرات زي ما انت شايفة اهو الف كده وابدأ الف بالشكل ده انا عاوزهم يجسوا ايه بكلهم دايرا حاولين بعض والحطة اللي فضلة بكملها بكلاش دي كده انا خلصت متهيئة لما خدتش معي وقته ولا مجهود وكان شكل حلو جدا على صفرتك طبعا بقى هجيب بقى زي ما انا قلتلك الكوبال استقدمتها في الاول هسقيها بقى بيه واسبها شوية ودخلها مع بقى الصوان وكده دخلتها وهاجي بقى طلع الفراغ بتاعتي بكد طحفة حاجة رهيبة دي طبعا اول صانيه دخلتها طلعت ما شاء الله على شكلها حكاية طبعا عاوز الجلاج بتاعك يفضل طري وحلو وتعرفت الطعيه خطيه اول ما يطلع من الفرن بالطريقة دي هتاخدد جلاج حلو وطري وطعم طحفة ما شاء الله صفرة طحفة والفراغ شكلها بجد حكاية انا مساويها في الفرن يا جامعة طعم رهيب وعملت شوية شربت لسان عصفور عادية وكانت احلى صفرة رمضان ما كلفتناش اي حاجة جلاج بس يعني من جلاج بس عملت صفرة كاملة باشكال زي ما انت شايفة دي كانت فكريتي الجديدة في قناتي اللي انا من وصفة واحدة هعمل كمية من الاصناف تبقى وفرت وحاجة جديدة وتمنى منك بقى لايك حلو للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة